اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخبارية عاد الهدوء الى بحاة المسجد الاقصى المبارك وشرع الفلسطينجون في تنظيفه بعد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة التي خلفت اصابة نحو اربعين فلسطينيا بالرصاص المعدنية المغلف بالمطاط الى جانب اختناق العشرات جراء استنشاقهم الغاز المسيلة للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الاقصى حسب ما افادت به مصادر طبية فلسطينية وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال قد اقتحمت الاقصى المبارك من جهة باب السلسلة فيما اعتلى عدد من القناصة الاسطحة الملاصقة للمسجد واطلق الرصاص المعدنية المغلف بالمطاط بشكل مباشر تجاه المعتكفين يعقد البرلمان العربي غدا اجتماعا خاصا في مقر الامانة العامة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث تطورات الاوضاع في فلسطين وكان البرلمان قد ادان العدوان الغاشم الذي طال المقدسات الاسلامية في القدس واشار رئيسه الى اهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة من عديد الممارسات والانتهاكات واكد بيان البرلمان مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الوزرية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والاجراءات الاسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة هذا وادان الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الذي عقد الخميس في عمان الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية بحق المصلين في المسجد الاقصى وتضمنت بنود البيان الختمي دعوة المجتمع الدولي الى التحرك الفوري تجاه ما يجري بالمسجد الاقصى وابقاء اللجنة العربية منعقدة لمتابعة التطورات واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني ودعت اللجنة الاحتلال الاسرائيلي الى احترام الوضع القائم والعودة الى ما كان عليه قبل عام 2000 وقال وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ان وقف التصعيد واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم خلال العشر الاخيرة من رمضان ومنع الزيارات يعد من الاولويات ومن شأنه الاسهام تتواصل العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لليوم الثامن والخمسين على التوالي وسط استمرار المعارك بين الجانبين وكشفت نائبة رئيس الوزراء الاوكراني عن الغاء عمليات الاجلاء اليوم الجمعة بسبب ما اعتبرتها مخاطر امنية في ممرات الاجلاء فيما قال رئيس الادارة العسكرية في لوغانسك ان قواته صدت عشر هجمات روسية ودمرت ذبابات وآليات واسقطت مسيرات وطائراتي سخوي وصفت الامم المتحدة الخميس تقارير عربية بشأن ترحيب المبعوث الاممي للصحراء الغربية استيفان دي بيستورة بموقف اسبانيا من القضية بتشويه الحقائق وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة استيفان دو جاريك في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك ان المبعوث الاممي احيط علما بدعم اسبانيا لعملية نأت سيرها الامم المتحدة بشأن الصحراء الغربية للتوصل الى حل مقبول للطرفين بما يتمشى مع قرارات مجلس الامن الذي يدعو لتحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو لمسألة الصحراء الغربية على اساس التوافق بينهما اصدر القضاء الفرنسي اليوم ذاكرة توقف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غوسنا وقالت مصادر اعلامية ان المذكرة تتعلق باكثر من 15 مليون اورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رونو ونيسان الذي كان يترأسه غوسنا وشركة عمانية هي سهيل بهوان للسيارات في المقابل قال متحدث باسم كارلوس ان غوسنا فوجئ بتقارير اعلامية نشرت في وقت سابق عن ان الادعاء الفرنسي اصدر امرا دوليا بالقبض عليه تولت ردود الفعل المنددة بسلسلة الانفجارات التي شهدتها امس عدة مدن افغانية حيث ادان وزير الاعلام في الحكومة الافغانية المؤقتة خير الله خرخوى تلك التفجيرات مشيرا الى ان الجرائم التي تستهدف المدنيين تقترفها جهات لا علاقة لها بالمجتمع الافغاني فيما ندد بها مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في افغانستان ريتشارد بينت هذا وارتفعت حصيلة القتلى الى ما يزيد عن 45 شخصا واصابة العشرات من الجرحة وتثير التفجيرات المتعددة التي تستهدف المدنيين في افغانستان مخاوف امنية بعد شهور من السلام النسبي الذي شهدته البلاد نهاية الموجز الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر